اهلا بكم مشاهدين الى الاقتصادية المفصلة من الميادين الى العنوين الليرة التركية تتهاوى على اعتاب الانتخابات الرئاسية المعارضة تنتهيز فرصة الانتقاد والمركزي يسارع الى تعديل سياساته بعد اسبوع من الاضراب والشلل التام الحكومة البرازيلية تخضع لمطالب السائقين وتأمر بخفض سعر الديزل وفي النشرة ايضا البيتكوين تدخل المساجد البريطانية من باب التبرعات الخيرية اهلا بكم ابلغت الحكومة الاردنية رسميا الجانب التركي برغبتها في انهاء العمل باتفاقية الشراكة الهدفة الى اقامة منطقة تجارة حرة بينهما بحسب ما اعلنه وزير الصناعة والتجارة والتموين الاردني يعرب القضاط ومن شأن هذه الخطوة انهاء سريان هذه الاتفاقية خلال سبعة اشهر من تاريخ استلام الجانب التركي لاشعار الانهاء واستفادت انقرة بصورة كبيرة على حساب عمان من الاتفاقية الموقعة عام 2009 فقد صدرت تركيا خلال العام الماضي بقيمة 680 مليون دولار فيما لم تستورد من الاردن الا بنحو 100 مليون دولار فقط تحمل المعارضة في تركيا حزب العدالة والتنمية مسؤولية ترد الحالة الاقتصادية والاجتماعية ولسيما بعد التراجع الحاد للليرة مقابل الدولار الحكومة التركية تعتبر هذا التراجع للعملة مصطنعا ومؤقتا وانها ستستعيد عافيتها عقب الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع والعشرين من حزيران يونيو المقبل تقلبات في سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار زادت من تحديات حزب العدالة والتنمية مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والنيابية المعارضة انتقدت سياسات رجب طيب اردوغان الاقتصادية واتهمته بالتدخل في سياسات البنك المركزي وسط مطالبات من المعارضة بتغيير فريقه الاقتصادي قبل ان تغرق البلاد في الفوضى الاقتصادية عندما يكون هناك فرق شاسع بين الاستراد والتصدير فمن الطبيعي ان تنهار الليرة ونحن في المعارضة نحمل الحزب الحاكم ورئيس الجمهورية تبعات اي انهيار او فوضى في الاسواق التجارية انهيار الليرة التركية ليس بالامر الجديد لكن الجديد هذه المرة انها تواصل الهبوط الكبير من دون ان تستعيد عافيتها مقابل الدولار حيث خسرت عشرين في المائة من قيمتها خلال اليومين الماضيين لتترك اثارا سلبية على حياة المواطن العادي الذي يبدو المتضرر الوحيدة في معركة تبادل الاتهامات بين الحكومة والمعارضة قبل يومين عندما كنا نشتر المواد الغذائية بخمسين ليرة كانت تكفي لأسبوع على الاقل الان اصبحت الاسعار خيالية كل ذلك وبحسب ما يقولون لنا بسبب ارتفاع قيمة الدولار ونحن نتساءل ما هو ذنبنا الاقتصاد التركي ليس على السكة الصحيحة ويبدو ان هناك تلاعبا بسعر العمولات لكن المشكلة ان من يدفع فاتورة هذه المناكفات هو المواطن صاحب الدخل المحدود ويرى المراقبون ان زيادة التضخم وعجز الميزان التجاري وارتفاع سعر الفائدة وهروب رأس المال الى الخارج بسبب التوتر السياسي والامني في البلاد فضلا عن خفض تصنيف التركي الاعتماني من اهم اسباب تراجع الليرة مقابل الدولار لكن بين هذا وذاك لا يمكن استبعاد العامل الانتخابي التحكم بالسوق واسعار الليرة اوراق انتخابية تحاول الحكومة والمعارضة استعمالها في هذه الفترة الحساسة فترة يتوقع ان تكون عصيبة بالنسبة للنشاط الاقتصادي في تركيا نظرا لكسرة هواجس المستثمرين ان تبيعة المرحلة المقبلة في هذا البلد بعد الانتخابات محمود واسق اسطنبول الميادين في هذا السياق اعلن البنك المركزي التركي تبسيط السياسة النقدية وتغيير سعر الفائدة الرئيسي ليصل الى مستوى 16.5% وهو المستوى المساوي لسعر التمويل الحالي وقال المركزي التركي انه سيبدأ العمل بالنظام الجديد في الاول من حزيران يونيو في محاولة لرفع قيمة العملة التركية التي انخفضت بنسبة 18% منذ بداية العام يشار الى ان سعر العملة التركية وصل الى 4 ليرات و 6 قروش للدولار الواحد في محاولة لتنشيط عمليات الاقراض ضخ مصرف الامارات المركزي 14 مليار درهم من السيولة في السوق او ما يعادل 3 مليارات واكثر من 200 مليون دولار خلال نيسان ابريل الماضي ويعتبر هذا المبلغ الاعلى منذ انتهاج المركزي الاماراتي سياسة الضخ لتلبية حاجات الجهاز المصرفي من النقد مطلع العام الجاري ويقول خبراء ان تراجع السيولة خلال الفترة الماضية ادى الى التشدد في عمليات الاقراض سواء للشركات او الافراد اعلنت وزيرات الخارجية الهندية ان بلادها تلتزم حصرا بالعقوبات التي تفرضها الامم المتحدة ولن تكون معنية بالعقوبات التي تفرضها اي دولة اخرى مثل الولايات المتحدة ضد ايران موقف وزيرة الخارجية الهندية جاء قبيل لقائها وزير الخارجية الايراني محمد جواد ضريف في نيدالهي التي يزورها بهدف حجد الدعم ضد خروج واشنطن من الاتفاق النووي وترتبط الهند بعلاقات سياسية واقتصادية عميقة مع ايران التي تعد من اكبر مورد النفط الى نيداله اعلن الرئيس البرازيلي ميشيل تامر موافقته على خفض سعر الديزل بنحو 46 سنطا بعد اضراب لسائقي الشاحنات السمرة اسبوعا وادى الى شلل البنية التحتية واقتصاد البلاد وفرض ابكام نفسه في الشارع البرازيلي فرض خطله الحكومة ورئيس البلاد اتحاد سائقي الشاحنات البرازيلي الذي يضم نحو 600 الف سائق دخل في اضراب قاس على مدى اسبوع اصاب البلاد واقتصادها بشلل تام وبخسائر مالية مباشرة وغير مباشرة وعرقل بشكل كبير تدفق المواد الغذائية والوقود والصادرات الرئيسة في اكبر اقتصادات امريكا اللاتينية من ساو باولو الى ريو دي جانيرو ومدن برازيلية اخرى اعلن ما يشبه حالة الطوارئ الاقتصادية نفد الوقود من محطات البنزين والمطارات في شتى انحاء البلاد كما خلت المتاجر العملاقة من السلع فيما ابلغت مستشفيات عن نقص الامدادات الطبية ونفوق الكثير من الحيوانات بسبب نقص العلف الصائقون لديهم مطالب محقة فسعر الديزل بات مرتفعا نأمل ان تجد الحكومة حلا في اسرع وقت فخسائر التجار لم تعد تحتمل لقد توقفت جميع الاعمال التجارية وكما ترون فان البضائع تبدو مكدسة ورائه فحركة البيع باتت جامدة كلية اربكت خطة ابكام واصراره على الاضراب الشريع البرازيلي وحكومته فخرج الرئيس ميشيل تامر ليعلن عن اجراءات جديدة لتقليص تكاليف النقل على سائقي الشاحنات معلنا تخفيض سعر لتر الديزل بنحو 46 سنة برازيليا او ما يعادل 30 سنة لقد قمنا بما يتوجب علينا لتخفيف مشاكل ومعاناة السائقين كان اسبوعا عصيبا والخسائر كبيرة وطاولت مختلف القطاعات فقد نفقت ملايين الحيوانات والطيور وامتدت الازمة الى المستشفيات بعد نفاذ الوقود لديها لم يكتفي تامر بذلك بل وقع على ثلاثة مراسيم تسري على الفور لتلبية المطالب الرئيسة لسائقي الشاحنات وهي اجراءات يتوقع ان تكلف دافعي الضرائب نحو مليارين وسبعمائة مليون دولار تعهد تامر بخفض سعر لتر الديزل سيكلف الحكومة نحو مليار واربعمائة مليون دولار ما سيزيد الاعباء الاقتصادية على البلاد قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بنجامين جريفو ان حكومة الرئيس امانويل ماكرون تناضل من اجل حقوق الفقراء الذين من دون شك لم يقترعوا في الانتخابات الاخيرة على حد قوله وفي مقال النشرة صحيفة رد جريفو على منتقدي سياسات الحكومة في الشأن الاجتماعي مؤكدا انها تعمل على معالجة عدم المساواة من جذورها وقال ان الطبقة السياسية السابقة قد اهملت مكافحة الفقر معتبرة انه استثمار انتخابي سيء جدا عين الرئيس الايطالي سيرجو متاريلا المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي كارلو كوتاريلي رئيسا مؤقتا للوزراء وكلفهم مهمة تشكيل حكومة جديدة واعادة النظام بعد اضطرابات سياسية ودستورية وتسعى ايطاليا صاحبة ثالث اكبر اقتصاد ثالث اكبر اقتصاد في منطقة اليورو لتشكيل حكومة جديدة منذ انتخابات ادار مارس التي لم تفضي الى نتيجة حاسمة وتخلت القوى اليسارية واليمنية عن جهودها لتشكيل اتناف حاكم بعد خلاف مع الرئيس بشأن الاسم الذي اختاره لتولي منصب وزير الاقتصاد ابلغت رئيسة وزراء اسكوتلندا نيكولا استروجيون مفوض الاتحاد الاوروبي لشؤون البريكزت ميشيل بارنيه رغبتها في البقاء في الاتحاد الجمهوريكي والسوق الموحدة للاتحاد الاوروبي استروجيون اعلنت ان اسكوتلندا لن تتعامل باليورو في حال نيلها الاستقلال واكدت انه لا يوجد ما يمنع ان تتعامل بالجنيه الاسترلاني واضافت رئيسة وزراء اسكوتلندا ان الجنيه الاسترلاني هو عملة بلادها حاليا وهو متداول دوليا ولا يوجد ما يمنع من الاستمرار في اعتماده في خبرنا الاخير العملات الرقمية وسيلة جديدة لجمع التبرعات في احدى مساجد لندن العاصمة البريطانية تسمح بتداول العملات الرقمية في الاسواق المالية ما دفع امام المسجد الى اللجوء لهذه العملة الافتراضية لرفع حجم التبرعات المقدمة خلال شهر رمضان وحدد امام المسجد عملة البيتكوين كعملة مفضلة للتبرع لكونها الاكثر شهرة وتداولا في لندن وعواصم اخرى البيتكوين هي عملة ككل العملات الاخرى فئة كثيرة تقبل التعامل بها وهي تتحول تدريجيا الى عملة معترف بها لذلك نحن نقبل بها هنا نحن نقوم باعمال خيرية وسنعمل على تحويل البيتكوين التي نجمعها الى جناز سردليني لاستخدامها في تغطية تكاليف الجنازات والمساعدات الاجتماعية الاخرى هذا كل ما لدينا من اخبار اقتصادية نشكر لكم حسن المتابعة المايدين دوت نت للمزيد الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة